نعم عماد السالمي يعني في سؤال هنا من أصراوي عاشق على هاشتاغ البرنامج يقول سؤال موجه إلى الناقد عماد السالمي اللي أنا أراه الآن من أفضل النقاد بالسعودية أو مكسب كبير للمشاهد الرياضي تستاهلي عماد الله أرقاك برأيك كيف تشوف مستوى اللاعب سامي النجعي وكيف بيكون تأثيره على المنتخب في المنديال لعب مهم اليوم كلنا نتفق أنه الكابتن سلمان الفرج هو اللاعب رقم واحد في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد سامي النجعي هو مستقبل كرة القدم السعودية فقط الفارق ترى ما بين سلمان وسامي النجعي الشخصية القوية عند سلمان الفرج كقائد اليوم ما شاء الله تبارك الله سامي النجعي وهذه رسالة له أنت عندك مدرب كبير مثل رينارد وعندك في النصر مدرب كبير مثل قارسيا فسهل جدا أنك أنت تشرب شخصية قوية داخل أرض الملعب حيث أنك تلعب في أقوى أنواع البطولات سامي النجعي من أفضل اللاعبين اليوم في مركز عشرة ترى في تصفيات كاس عالم في كاس خليج في كاس آسيا القادمة بإذن الله ممكن ممكن تشوف سلمان الفرج محور ثمانية سامي النجعي يكون لعب عشرة لأنه ما شاء الله مميز في هذا الأمر سامي النجعي لاعب أنا أرى على المستوى الشخصي من اللاعبين المتكاملين ما شاء الله تبارك الله لاعب يستغل المساحات مميز فيها نظير سرعتها وذكاءها ولاعب مميز أيضا في المساحات الضيقة في ازدحام اللاعبين عند المهارة العالية مثل ما شاهدنا الهدف أمام بنما فهو لاعب مميز فقط يحتاج للوقت يحتاج للمستقبل إذا اعتزل كابتن سلمان الفرج بعد سنوات لما التوفيق سلمان الفرج من اللاعبين المميزين جدا في كوتا قدم السعودية أعتقد خير بديل لسلمان الفرج مستقبلا هو الكابتن سامي النجعي على هاشتاغ أيضا مشاهد يسأل يقول أسأل الأستاذ عماد السالمي لماذا مدرب المنتخب السعودي لم يشرك الكابتن عبد الرحمن العبود في آخر المباريات الودية ومع ذلك استدعاء القائمة النهائية إما قناعة فنية عند الكابتن رينارد أو مفاجأة بالنسبة لي نروح 70% إلى 65% مفاجأة ممكن يكون عنصر المفاجأة لمتخذنا الوطني في كأس العالم الكابتن عبد الرحمن العبود أنا ما أتخيل وسط المساحات الكبيرة اللي راح يجدها رينارد هو بنفسه طوال 90 دقيقة أمام الأرجنتين وبولند والمكسيك بعدم إشراك الكابتن عبد الرحمن العبود هي في نهاية قناعات فنية لكن أعتقد رحمن العبود يجب أن يشارك في كأس العالم الشهري يقول أخ علي سؤالي للكابتن عماد السالمي الله يينك الطريقة الأنسب للعب أمام الأرجنتين أكيد الدفاع المتأخر أكيد الحذر من منطقة خطرة جدا عند المنتخب الأرجنتيني اللي هي المنطقة اللي كابتن علي يروحولها في متى إذا شافوا ازدحان في عمق الملعب يروحوا للجهة اليمنى فهنا ياسر الشهراني بالإضافة لسالم الدوسري عنده مسؤولية دفاعية كبيرة أنت كلاعب جناح أيسر كابتن سالم الدوسري دائما نشاهده مع الهلال والمنتخب بنسبة 70% أدوار هجومية اليوم لا كابتن سالم الدوسري على الأقل أمام المنتخب الأرجنتيني ترى أدواره الهجومية لن تتجاوز الثلاثين في المئة ما شاء الله أنا سعيد والله بسالم الدوسري والبنية الجسمانية اللي قاعد يمتلكها اليوم اللي تساعد بشكل كبير في موضوع الثنائيات كابتن ميسي والكابتن ديمارية ترى في هذه الجهة يشكلون خطورة كبيرة مع لاو تارو المتخب الأرجنتين مستقر مع مدرب متمكن حارس مرمى مميز يلعب بطريقة خطرة جدا 4-3-3 الضغط العالي إذن هذا هنا رسالة العويس الكابتن علي البليهي عدلال عمري ما في مجال للبناء من الخلف والتدرج بالكرة يجب أن تلعب اللعبة المباشرة الحذر من الأخطاء أخوي علي في نقطة مهمة هذه رسالة أوجهها للاعبي النص ساعة الأولى أمام المتخب الأرجنتيني مهمة جدا هذه رسالة لازم نوجهها في أي مجال عمل بداية دائما أصعب حتى هنا عندنا في البرنامج البداية مع الوقت مع مرور الوقت نص ساعة تأخذ على جو البرنامج تريد أن تأخذ أسئلة المتلقي أيضا حتى اللاعب اللاعب أيضا لما يدخل جو المباراة هنا دور مين دور لاعب الخبرة كابتن محمد العويس توجيهك في النص ساعة الأولى يختلف عن بقية المباراة كابتن سلمان الفرش توجيهك كذلك مختلف ترى بعد نص ساعة جميع اللاعبين ما راح يحتاجونك لهم راح يدخون الفورما على حسن ظروف المباراة وممكن تسجل لك قول أنت راح يدخلك المود خلنا نقول مود المباراة بشكل مهم جدا تفاصيل معينة يجب أن نتعامل بها أنا أثق بالكابتن رينارد راح يختار الأسلوب المناسب مثل ما ذكر أبو سليمان الأربعة واحد أربعة واحد هذا الأمر الطبيعي جدا بدائيا في كونة القدم هو راح يلعب بهذا الطريق أمام الجنتين لكن أكثر ما أخشى الأخطاء الفردية متى ما تجنب لعبو متخضن الوطني الأخطاء الفردية أعتقد سيقدوم مستوى كبير